بسم الله الرحمن الرحيم معاكم نكتور أحمد رجاء بفيديو جديد ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي ما هو الهم الذي جاء ليوسف عليه السلام؟ مسألة دي يا أخوانا فيها أربع أقوال وأنا متعمد أتكلم في الموضوع ده اللي الناس كتير أتكلمت فيه عشان أوضح نقطة مهمة أن الأقوال الأربعة اللي موجودة هي أقوال سائغة وموجودة عند علماء التفسير يعني إيه ما نتهكمش على قول من الأقوال ولا نستقبح قول من الأقوال ونتهم من قالها بأنه يطعم في سيدنا يوسف أو نحو ذلك إنما لازم يتسع أفهمنا ويتسع إدراكنا لنفهم أن الأقوال الأربع دي من أقوال المفسرين صحيح أن فيه راجح وفيه مرجوح لكن ده ما ينفيش لإحنا نتقبل الأقوال الموجودة ولا السيام اللي هي معتمدة على أدلة ومعتمدة على منطقة في التفسير القول الأولاني ولقد همت به وهم بها وده القول ده قاله بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض السلف قال لقد هم بها حتى جلس منها مجلس الرجل من المرأة لكنه لم يقع في المحضور الأكبر ليه لم يقع؟ لأنه رأى برهان ربي وده على فكرة مش إساءل سيدنا يوسف وهم طبعا عندهم تعظيم لسيدنا يوسف من قال بهذا الكلام ولكن قالوا لده هم وهم بها لولا فقاله وما وقعش في الجماع لكن كاد أن يقع في ذلك لولا الرأى برهان ربي وده يا أخوانا منقبة مش إساءل سيدنا يوسف تفاكرين الراجل اللي انحطت عليه الصخرة كانوا ثلاثة والصخرة تسدت عليهم كل واحد توسل بعمل صالح منهم اللي قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال من النساء المهم لهو جلس منها مجلس الراجل من المرأة وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضات وجهك ففرج ما نحن فيه من كرب فتحركت الصخرة لدعم العظيم جدا الإنسان خلاص بينه بين الفاحشة شيء بسيط ويترك كل ذلك خوفا من الله عز وجل القول الثاني وهو قول من قال بأنه هم أن يضربها وده قول موجود لكنه ضعيف ليه؟ لأن ما معنى وهم بها يهم أن يضربها لولا أرأى برهان ربي قالوا آه لولا أرأى برهان ربي لأنه لو ضربها كان ممكن يفهم اللي هو اعتاد عليها وكان ممكن يكون ده مسوغ لقتله أو ضربه أو إذائه أو نحو ذلك فيفهم فهما خاطئا أنه هو تعبد عليها فالحمد لله هو لم يقم بضربها ده القول الثاني القول الثالث اللي هو هم ولم يفعل بمعنى هم بقلبه هم بخاطره لأنه بشر لكن لم يتحول هذا الهم إلى قول أو فعل ما تصرفش هو بس مجرد خاطرة في قلبي وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذ المر بما تحدثه به نفسه ما لم يتحول هذا الهم إلى قول أو فعل فده طبعا وده قول كثير من المفسرين وقول قوي في المسألة بشر هم لكنه لم يحول الهم إلى فعل لأنه رأى برهان ربي القول الرابع ده القول الراجح اللي هو حتى مجرد الهم والتفكير لم يفعل ليه؟ لأن ربنا قال وهم بها لولا أرأى برهان ربي زي ما أنا بقول لك شربت الماء لولا أن انكسر الكوب هل ده معناه لأنا شربت الماء؟ لا لأن الكوب انكسر فكذلك هو كان حيهم بها كان حيفكر فيها لولا أرأى برهان ربي شاك برهان ربي منع حتى من التفكير وده ترجيح الإمام المفسر الإمام الشمقاطي في أضواء البيان وقالوا طيب إزاي أنتوا بتقولوا كده؟ وجواب لولا حاجة في اللغة بقى قالوا جواب لولا ماينفعش يكون متقدم على كلمة لولا فرد العلماء وقالوا أن دي مش قاعدة متفق عليها عند أهل اللغة أن لازم جواب لولا يكون بعد لولا ممكن يكون قبل لولا وقالوا كمان حتى لو سلمنا بأن جواب لولا لازم ييجي بعد كلمة لولا فهذا نقول عنه محذوف مقدر يفهم من السياق يبقى يفهم من السياق أنه هم بها لولا أرأى برهان ربي وده القول الراجح واللغة العربية لا تمنع من هذا القول وهو القول الأليق بسيدنا يوسف عليه السلام يبقى القول الراجح له حتى ما همش بيها ولا فكر فيها لأنه رأى برهان ربي لكن ذكرت لك بقية الأقوال علشان نعرف لها أقوال معتبرة وما نستنكرهاش بعنف لأن دي أقوال سائغة وأقوال أهل الصنة في هذه المسألة المهمة طب إيه هو برهان ربي؟ برضو اختلف العلماء وقال أمور كثيرة أحسنهم قول الإمام الطبري قال وقد يكونوا كذا وقد يكونوا كذا مما ذكروه والشاهد أنه لم يأتي دليل واضح في تحديد ما هو البرهان هو شيء رأاه ذكره بالله منعه من أن يقترف ما لا يرضي الله عز وجل دعموا الفيديو بشير ولايك وكوميت وشارك في القناة أشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم